ومعنا عبرزوم من جلاسجو دكتور هاني اعتبا رئيس الكلية الملكية للجراحين في جلاسجو مسائل خير يا دكتور وألف مبروك مسائل نور وشكرا جزيلا لتواصلك يعني أولا هل أنت أول مصري أو أول غير بريطاني يصل إلى هذه المنصب؟ والحقيقة الجميل أنه هذا المنصب بالانتخاب ده مصبوط ده الكلية عمرها 425 سنة دي أول مرة يحصل في تاريخها أن دكتور غير متخرج من بريطانيا يأخذ هذا المنصب بالانتخاب كم انتخاب كم واحد انتخبك يا دكتور يعني الانتخاب ده بيكون بين مين بالزبط؟ الانتخاب ده بيكون ما بين أعضاء وزملاء الجمعية الملكية لأمراض القلب والأوعية الدموية والجراحين في جميع أنحاء العالم في الخمس قرات وإحنا المرة دي انتخب العدد الناخبين كان 16 ألف وكان قدامي في زملاء اتنين زملاء سيدة وأستاذ آخر وأنا شرفت بإني أكون المنتخب الوحيد أمان من بينهم إن شاء الله شعور بقى الانتخاب يعني يختلف عن التعيين الحقيقة خاصة أن يكون عدد كبير من خمس قرات كيف كان الشعور؟ هل شعوره هنا دكتور يعني اعتبى أنه قد وصل إلى أعلى إنجاز؟ أم أن أعلى إنجاز هو النجاح في جراحه مثلا؟ أيهما يفضل؟ والله هو مزيج، كبير واحد ده كان مزيج من السعادة الغامرة والانتنان العريض انتنان طبعا لزملائي وفريق العمل اللي أنا بعمل به في بريطانيا وتقدير لكل جهودهم في حياتي وفي التمريني وفي محاولات إن أنا أكون طبيب ناجح خلال برنامج تدريبي كامل ومستمر وده كان طبعا برضو شعور بالمسئولية لأن دي طبعا كلية ملكية عمره بعمية خمسة عشرين سنة ولها أولويات ومسئوليات في بريطانيا وعلى جميع أنحاء العالم فالمسئولية أنا طبعا بدع من الله أن يوفقني في أداءها إن شاء الله يعني حضرتك باكالوريوس طبو وجراحة من جامعة الأزهر تسعة وسبعين ثم تعينت نائب في قسم القلب بطب الأزهر وبعد كده الماجستير 83 ثم بعدها سفرت إلى بريطانيا يعني هل كانت الرحلة إلى بريطانيا للاستقرار منذ البداية أم أنها كانت لربما نايل درجة الدكتورات كان أساسا إن أنا نمر واحد للدراسة نمر اثنين لأخذ الدكتورات وطبعا كان مهم جدا لاختياري تخصص القلب الداخلي إن حصول على مهارات عالية ومستمرة فهذا أول ما حصل ده أنا حسيت طبعا إن هناك فرصة والفرصة دي كانت أعطيت لي من الأساتذة اللي هما مشرفين عليها وطبعا دي كانت فخر كبير جدا ليا إن أنا بعد مصابرة وبعد مشوار طويل جدا إن أنا حس إن أنا مميز أمان جزملائي أهل البلد نمر واحد نمر اثنين إنها يدعو الأساتذة إن أنا يدعو لي إن أنا أستمر معهم للنهوض بهذا التخصص لأنه ما كانش مجرد إن أنا بأطبق عمليات أنا كنت بطور عمليات وعلى هذا كان مهم جدا إن أنا أستمر لتضريب آخرين والنهوض بهذه التخصص في بريطانيا أولا كنت موجود ما هو الجديد يعني في جراحات القلب وبالذات جراحات القلب التدخلية لو ممكن تشرح لنا يعني إيه هناك دائما جديد نتوقع نتخيل إن إحنا وصلنا إلى أعلى شيء لكن هناك دائما جديد ما هو الجديد يا دكتور؟ الجديد في جراحات القلب وطبعا هناك الفرق بين جراحات القلب والقلب التدخلي عن طريق الأسطرة الجديد في جراحات القلب اللي هو اتداء زهور الروبوت في جراحات القلب لتقليل مثلا الانفكشن بتاع الووندز تقليل نسبة النزيف سرعة الشفاء وتقليل عدد الأيام اللي إحنا بنعودها المريض يعودها في المستشفى هذا طبعا جدًا جدًا إنما في الوقت الحالي إنه محتاج طبعا لتدريب خاص محتاج لفوليوم من الحالات محتاج اختيار الحالات بدقة شديدة جدًا لأن مش كل واحد يكون مناسب لها هذا الروبوت الجديد في أمراض القلب بقى إنه إحنا طبعا بنشوف إحنا في جلاسجو لنتخصص في الشعيرات الدموية يعني في ناس تجيلها جلطة في القلب في الشريان التاجي الرئيسي إنما إحنا توجسنا ولاقينا إن مش ده كل حاجة هذا في ساعات بيبقى في ما فيش دق جلطة في الشريان التاجي الرئيسي إنما في الشعيرات الدموية الدقيقة جدًا وإحنا بنجري عن أبحاث رائدة في هذا المجال وبرضو عندنا إحنا نشرنا أبحاث عن أهمية الفاكسين للفلو فاكسين أو الإنفلوانزا فاكسين بالنسبة للمرضى اللي هما حصل لهم زبحة في القلب أو ضعفوا في عضلة القلب والفاكسين ده بيؤلل من نسبة واحدة مضاعفات نمرة القلبية ومن الوفيات من أمراض القلب وطبعا هناك أكثر من هذا اللي هو إحنا بنطبق نفس الفكرة في علاج الجلطات في القلب في علاج جلطات المخ بالتداخلية عن طريق القساطر ودي كلها أشياء مستمرة وبتجري بسرعة جديدة جدا في مدار القلب التداخلية حدريك بتقولي إنه الفلو فاكسين أو مصل البرد اللي احنا بناخده في الوقت ده اللي هو قبل الشيطة على طول يقلل من الجلطات بالنسبة للناس ولا لهم ولا اللي هما كانوا أصيبوا بذبحات أو جلطات سابقة لا للناس اللي هي أمراض القلب المرضى القلب اللي عندهم ضعفة في عضلة القلب أو جانهم زبحات صدرية في الماضي لكن فيه ناس تانية قلقة من الكورونا ومن فاكسين الكورونا وفيه كلام كتير إنه هل الكورونا أدت لمزيد من الجلطات وبعدين أسألك آه والله ده الفاكسين هو اللي أدى للجلطات رأيي حضرتك يا دكتور طبعا الكورونا أو الكوفيد كوفيد ده هاف أو ده هاف له ديفينتلي افكت على عضلة القلب نفسها عن طريق الانفلاميشن وبرضو بيبقى له التهاب وبرضو بيبقوا له أصل سلبي على تجملة الدم عن طريق إنه هو بيسبب اللاينينج اللاينينج بتاع الأوعية الدموية الشغيرة فيسبب جلطات إنما الفاكسين نفسه فيه ريبورتس فيه ريبورتس بتقول إنه آه الناس بيجي لها بعد كده مضاعفات ما فيه إش حاجة ثبتت بالفعل عن طريق أبحاث عالمية وعلمية إنما في الوقت الحاضر في الوقت الحاضر إحنا لازلنا بنجري أبحاث لإني خلي بالحضرتك الكوفيد دا كل 2019-2020 فتلت سعين فنحن لسه بنتعلم الأبحاث جارية للمعرفة الصحية دكتور نصحتك إيه للشباب يعني ينظر الشباب إلى حضرتك إلى دكتور مجدي عوبوا هسألك عنه بعد قليل لكن ينظروا إليكم يقولك آه طبعا أنت نجحت لأنك خرقت برى المنظومة المصرية لأنك أنت قدرت تشتغل في مناخ يسمح لك بالنجاح وبالتفوق وكذا هل هذا صحيح؟ يعني هل دا صحيح؟ هل أنه في الخارج المنظومة أسهل من عندنا؟ هل في الخارج الموضوع سهل تقدر بسرعة توصل؟ يعني كلمني عن التحديات كمان اللي أنت تعرضت لها ونصحتك للشباب شكرا نبرا واحد يعني قدام النجاحات اللي احنا بنسمع عنها أمثلة مجدي عوب في آلاف مؤلفة لم يكن لها الحظ إن هي تحظى على هذا النجاح فالنجاح والتحديات دي تحيات بالذات موجودة في أي مكان هتروحوا في العالم سواء في مصر سواء في أمريكا سواء في الهند التحديات موجودة بس التحيات بالنسبة لنا إحنا الناس اللي بتنجح دي بترى التحديات دي على إنها مش هنا عشان تهزمك ومش هنا عشان تقطف أمامك كعقبة إنما هي وسيلة إنك تأخذ نوع من الصلابة والجلادة وتحاول إن أنت تحسن من نارسك لأن أمام كل عقبة خلفها في فرصة عمل وعلى هذا أنا نصيحتي للشباب إن أنت خذ بأسباب النجاح حاول إن أنت تكون عندك صلابة وجلادة وكميتمنت يعني التزام انديد التزام ومهمة أو القيم قيم الإنسانية الصدق النزاهة والحسن التعامل مع المرضى والزملاء لأن دايماً هيكون هناك منافسة شريفة ما بين الزملاء ودي لازم تخاض في أسلوب نزيف وده اللي أنا أقدر أقول لأطباء مصر ولأي حد بيأخذ تجربة في خارج بلاده وخارج حدود بلاده هل كان الطريق سهلاً يعني بمعنى وردي بالنسبة للدكتور هاني عطيبة ولا كان فيه تحديات وأحياناً كان يشعر بالعنصرية وأحياناً يعني موضوع برضو تبييب مصري داخل إلى بريطانيا موضوع مش سهل في بريطانيا أو غير بريطانيا أنا طبعاً عمري ما كانت المشوار سهل ووردي أبداً في أي مرحلة من المراحل وحتى أنا النهاردة بعد 40 سنة هناك مشاكل وهناك تحديات الإنسان بيواجهها إذا لم تكن يومياً على الأقل مستمرة المهمة قوي اللي أنت حضرتك أدرتي أو رفعتي دلوقتي هي لحتة التحيز أو العنصرية العنصرية دي موجودة من قديم الآذن داروين قال أنه سيكون البقاء للأصبح الأقوى للأقوى دي نفسها عبارة عن ريسيزم نحن نشوف في أفريقيا في نفس اللون حتة زي رواندي إنما بيتصارعوا مع بعض نسوق وحتروح بعيد ليه في الديانات بتشوفي مثلاً في حتة زي اليمن والسعودية دي السيم هم نفس الدين ونفس اللون إنما فيه عنصرية ما بينهم فيه عنصرية ثقافية فيه عنصرية من جميع الأنواع فبالنسبة لي أنا ما حستش أبداً كنت لكي وكنت محزوز إن أنا ما حستش بالعنصرية والسبب كان بسيط إن أنا تدخلت مع المجتمع كنت ببص أكثر على لنا بشاركوا معهم من خيم الإنسانية المشتركة بيني وبينهم وده كان بيجمع بيننا كثيراً جداً على أن أنا أبص على ما يختلف بيني وبينهم وده كان من أكثر عوامل النجاح بالنسبة لي في مريطانيا حضرتك عرفت طبعاً تعرف دكتور مجدي يعقوب كلمني عن العلاقة اللي بينكو يعني العلاقة بمجدي يعقوب بعلاقة احترام وتقدير واعجاب ده راجل ظاهرة ظاهرة في جراحة القلب وفي الإنسانية عموماً طبعاً لأن مجدي يعقوب يعني في السبعينات كان جراح قلب وبعد كده بقى يعني يزو فكر في تكوين منظومة لعلاج في جميع أنحاء العالم دون النظر عن عرق عن ديانة عن عامل اقتصادي فده اللي جمعني وبمجدي يعقوب في الفكر طبعاً الفكر في منظومة صحية فإحنا دعيناه في 2018 لإلقاء المحاضرة السنوية للكلية الملكية وأنا كنت من رأيي طبعاً أنه مش لمصريته فقط ولكن لإنسانيته ولعلمه ولتدريبه لجينيريشنز أو يعني رعيل كامل أنه هو يحتزى به وتعريف به أنه هو ممكن يبقى زميل فخري لأول الكليا الملكية البريطانية في جلاسغو وأيضاً ألتقيت برئيس سيسي أظن فيه على هامش الكوب في جلاسغو 2021 ده مضبوط وإحنا قابلنا ده مع سيادة الرئيس في إدنبر واخدنا حوار طويل جداً وكانت حاجة مسعيدة جداً أنه هو حريص كل الحرص نمر واحد على تعليم الأطباء والتعليم الطبي في مصر نمر اتنين خلال هذا التعليم الطبي هو بيرى أنه ده الوسيلة إلى تحسين علاج والتشخيص للمريض في مصر وكانت ده حاجة مهمة جداً إحنا تناقشنا إيه اللي ممكن إحنا نعمله ككلية ملكية وإحنا من بعد ما تتقبلنا مع سيادة الرئيس دلوقتي لمدة سنة بنمنح أو بنعمل امتحانات الزمالة في في المعهد القلب في في معهد الرمض في الجيزة بنعمل على الأقل لثلاث مرات بنجري امتحانات الزمالة وطاريخنا إن شاء الله إن إحنا نمتد إلى التخصصات أخرى في الجراحة وفي البطنية وفي القلب وفي الأمراض الدينتل أزوال أنا بشكرك وبهنيك وإحنا فخرون جداً بك دكتور هاني أتيبة ونتمنى أن نلتقي مرة أخرى هنا في مصر أو ربما في جلاسجو أو في بريطانيا وبشكرك وبحييك وكل التوفيق دكتور هاني أتيبة رئيس الكلية الملكية ليه ورحيم الملكية في جلاسجو ترجمة نانسي قنقر